صباح النور من جديد مشاهدينا المحتوى هو الملك هذا ما قاله بيل جيتس عن التسويق فبعد اشتداد المنافسة بين الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من الضروري استخدام تقنيات احترافية لترويج منتجاتنا وأقناع المستخدم بشرائها لكن لهذه التقنيات أسرار سنطلع على البعض منها مع اليوم مع الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قسقص الذي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت وصباح النور يا عمر صباح النور محمد يعني دائما تعودنا على خفايا عالم السوشيال ميديا معك ولكن قبل الولوج في سؤال اليوم وعنوان اليوم ما هي خبرية الأسبوع خبرية الأسبوع هو طبيب تيك توك اللي ضج فيه العالم العربي والعالم كله لما قالت الولايات المتحدة أنه بدأت أحضر التطبيق لوقت الأحد أو السبت مساءاً في فوقية العالم العربي أنه عطوا مهلي أسبوع لتطبيق لتخلص السفقة يعني البيت دانس مهلك تطبيق تيك توك لتخلص السفقة هي والمارت وأوراكل شركتان أمريكيتان وحينيقلوا الداتابيس من الصين إلى أمريكا وهذا الهدف للمشاهدين اللي عم يتابعوا الموضوع الهدف في الرئيسي هو عدم أعطاء الصين الأكسس ليفوت على الداتابيس يعني افترضنا أنا عندي تيك توك الدولة الصينية فيها تفوت على اسمي وصوري وأنا شو اهتماماتي وهذا أمريكا جهت تقارير بهالموضوع أنه الصين عم تكون عندها تسحى المستخدمين فقررت الضفط باتجاه نقل الداتابيس أي بياناتنا كل العالم إلى أمريكا ليكون عليها مراقبة بأوانين أمريكية هذا الشيء أخد يديك الأسبوع هذا الشيء كثير كبير شركة بيت دانس أعلنت أنه تمت الصفقة ومثل ما شفنا تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عم بيقول أنه أنا أبارك الصفقة لكن في شغلة من أحدها ما انتبه لها أنه هذه الصفقة لو وفقت عليها أوراكل ووولمارت وبايت دانس وترامب بحاجة لموافقة السلطات الصينية اللي حديت هاللحظة ما عطت أي موقف من هذه الصفقة فبانتظار مواقف الصين الدولة الصينية بهذه الصفقة وبانتظار أسبوع المقبل يعني هيدا الأسبوع عطية البنية المتحدة عطت أسبوع لحظ التطبيق على أي تنزيل التطبيق وفي نوفمبر حيحزروا نهائيا عن بأمريكا وهيدا الشيء بأثر أنه إذا انحضر بأمريكا يعني الأعلانات على تطبيق تيك توك هتتوقف بكل العالم لأنه أنتم تعرفوا أنه المصارف مرتبطة كلها حوالي العالم بأمريكا فإذا نحضر بأمريكا ما بقف فينا مثلا في لبنان نعمل ألز على تيك توك وهو فينا نعد أنه يدفن تطبيق تيك توك أرباح تطبيق تيك توك تدفن إذا نحضر باللولايات المتحدة لأنه هكي هنشوف هيدا الليونة عن تصاحب شركة تيك توك بنقل الديتابيس إلى الولايات المتحدة كم هي قوية هذه وسائل التواصل الاجتماعي كادت تشعل حربا سياسية بين دولتين عمر سنبدأ بموضوع وانتهينا بالإعلانات وسنبدأ بموضوع الإعلانات كيف تستخدم كتابة الإعلانات لزيادة المبيعات؟ نعم بنتشير لشغلة أنه ما بدنا نخلط بين كتابة الإعلان والتصويق بالمحتوى كتابة الإعلان والتصويق بالمحتوى هدفه جذب زبائن محتملين ليصيروا زبائن فعليين يعني أنا من نسبون لهذا المتجر بحاول يعمل نسبون أما كتابة الإعلان هو كتابة إعلان لزبائن المتجر الفعليين وحسهم يعني إذا بدك خليهم ينعجبوا بمنتج معين ليشترو ففرق كتير مهم أنه أنا مش هم سوّق لمنتج أنا عم بعمل إعلان لزبائن أصلا موجودين أرادة موجودة بالتأكيد هذا الإعلان يمتلك لازم يكون لكل شخص موجود على السوشيال ميديا لازم يعرف أنه أي إعلان بده يساوه إله هيكلي تبدأ بالعنوان العنوان لازم يكون جزاب أول شيء يكراه المستخدم على السوشيال ميديا هو عنوان المقال أو عنوان الصورة أو عنوان الفيديو فلازم يكون العنوان جزاب ولازم يكون مكتوب بطريقة مكتصرة وهذا الشيء أشارنا له بالحلقات الماضية ويكون جزاب كتير حتى يكمل كراءة العنوان تاني شغل بهيكلية الإعلان لجسم الإعلان أي لازم تكون أول شيء مقنع مكتوب بطريقة و بعدين لازم من بعد ما يقرأ المستخدم على الإعلان يبلش يكون عنده فكرة عامة و يتجل لحتى للشراء خاتمة الإعلان هي الـ CTA نحن عملنا فقرة من ثلاث أسابيع عن الـ CTA هو Call to Action يعني اتخاذ إجراء إذا بدك بالعربي هو أنه يفوتوا على الشب يشتروا يفوتوا يقروا هيدا الكبسة البطن اسمها الـ CTA هي الخاتمة اللي يجب من بعد ما يقرأ المستخدم العنوان وجسم الإعلان يتخذ إجراء للشراء تمام لهيدا الإعلان في نموذج في نموذج اسمه AIDA أي Attention جذب الانتباه يسارة الاهتمام Interest و إيقاظ الرغبة Desire و الحدث على الاتخاذ I-CTA مثل ما حكنا عنه هيدا النموذج إذا هؤلاء الأربع أسطول إذا عملناهم بهيدا الإعلان على السوشيال ميديا نحن منكون اتخذنا أو مقتنعين بهيدا النموذج في نموذج اسمه AIDA 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 TAB Features Adventure Benefits يعني هيدا النموذج أنا بقول إذا عندي تابلت بدي بيعه بقول بطاريته بتضاين خمس ساعة و شاشته كذا بس بكون في ميزة واحدة بضوه علي أكتر شي لجزء الزبائن وهيدا الشي منشوفه بالحواتف العالمية مثل سامسونج مثل أبل مثل هواوي فمنشوف أنه مضوه مثلا على خدمة الكاميرا أو بيكون عاملين شي فيتشر بالكاميرا بيكون لك 20 ميجا بيكسل بيكون التليفون في بطارية و كذا بس بدوه على الكاميرا أو بدوه على الشاشة فهيدي اسمه نموذج FAB نجي للنموذج الثالث اللي هو النموذج القصصي يعني أنا بقول للمستخدم قصة تكون أصيري عبارة عن 30 ثانية وخاتمت القصة تكون المنتج تبعي هو الحل لهالقصة يعني شخص عنده مشكل افترضنا بتو شعر أصلا فأنا بحط معاناة هيدا لشخص مثلا كيف يتنمر على العالم أو كيف يبدايق السهرات وبقول أنه هيدا المنتج لزراعة الشعر أو ينمي الشعر طريقة أكثر فمنتجه هو الحل هيدا النموذج الثالث هول النموذج الثالثة أي شخص بدي يعمل إعلان على السوشيال ميديا بديو يختار نموذج من هالنموذج ويطلع لحتى ينجح الأعلان وقال لا ما بينجح وكمان بدي أشير لشغلة إنه القصص إذا احنا أخذنا النموذج القصصي ضروري تكون القصة واقعية وقصيرة جدا مش إنه بدي أعمل فيلم على نتفلكس أنا لايك قصة صغيرة تنتهي بحل المنتج هذه كانت الموضوع بعد هذه اللائحة من النصائح أعتقد بأن من يريد أن يضع أعلان سيضعه بشكل مثالي دعني أنتقل إلى أسئلة المشاهدين ولو وصلنا إلى تقريبا إلى ختام الفقر عمر سامي يسأل هل موقع بنترست هو عبارة عن منصة وسائل وصاعة اجتماعية أم أنه محرك بحث؟ نعم بنترست هو مواقع تواصل اجتماعي بس إله علاءة أكتر شي بالصور متخصص بالصور مش متل تويتر أو متل فيسبوك بعالم تحط صور وليس محرك بحث أكيد ولكن دايماً نفتش على جوجل على صور جداً على بنترست لأنه هو متخصص بالصور شكراً جزيلاً لك الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص